اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم هام تولز في فيديو جديد اللي كنتمنين للاعجاب للكم ويلقاكم في تمام الصحة والعافية انتم ما كتشاهدوه دائما مع جديد الادوات المنزلية الاجهيزة الدكية والحديثة ومتكرة كذلك بعض الافكار والحيال بلا شك ساعدنا في ترتيب وتنظيم حتى التنظيف البيت واستغلال المساحات الصغيرة والضائعة منها خصوصا في البيوت ذات المساحات الضيقة هاد الادوات والاجهيزة والافكار والحيال غا تساعد السيدات بالخصوص سيدات العاملات لعدهم ضيق في الوقت لكم مع تتمة الفيديو الى الاخر لانه كله افكار وافادة نبدو بالفيديو بهاد المنظمات كما كتشوفوا معايا اللي البعض منها شاهدنا في محلة تجارية وما عرفنا شكي فاشكي خدم او لم عرفنا شطريقة الاستعمال دياله فلهذا غنقدموا حد الريفن المبسط لغنتعرفوا من خلاله كل منتج على حيضة وكذلك طريقات الاستعمال دياله وكذلك في هذا الفيديو غننعرفوا لطريقة والطرق اللي قادروا نحصلوا بهم او لنسوقوا يوم هاد الادوات والمنظمات اللي غنشوفوا في الفيديو كامل فنبدو بالفيديو بهاد المنتجات هادو كما كتشوفوا معايا اللي هي بسيطة لبعض منها وضرورية كنحتاجوها في البيت لانها كسعين الحياة اليومية نشوف هذا المقطع هادا اللي هو عبارة عن بانيو كما كتشوفه معايا شكل دائري وعنده شبيكات مجموعة ديال شبيكات اللي قادروا نستعملوها كنسقط له فيها الخضر والصلاة عندنا هادا المقطع هادا كذلك اللي هو عبارة عن هاد منظم بالنسبة للريحة كما كتشوفوا معايا العطور كذلك نضموا فيه فرشات ومعجون ديال الأسنان وكذلك جد عملين ذو هادا المقطع الموالي اللي هو عبارة عن ملصقات اللي غنحتاجوهم اكترية وغالبا في الاغراض او للمنظمات اللي كيجو خاصو من لسقو في الحائط او لكي يلسقو في البلاكارات كما كتشوفوا معايا نقدروا لسقو بمجموعة ديال الأغراض في الحائط اللي هي عبارة عن ملصقات من البلاستيك او لانيو السيليكون شوفوا هاد المنظم ديال الأرض اللي كيجو الكيميالة بأسابيها كيجو فيها تشكل هادا كما كتشوفوا معايا وكيجو في الالوان الاخضار الأزرق وكذلك الأبيض عندو هاد الكأس هادا بصفاي ديالون شوفوا هادا الفورشات هادي اللي هي جد مبتكرة وكذلك جد عمليا نقدروا نستعملها يعني في تنظيف مجموعة ديال الأغراض الصغيرة بحل ترموس بحل بيبرون إلى آخره كذلك نشوفوا هاد المنظمات اللي شكل ديال الكيوت على شكل قلب نقدروا هكا نستعملوها في التنظيف ديال الماكياج وعدد ديال الأغراض على حسب الحاجة ديالنا نشوفوا هاد المجموعة ديال الألعاب بالنسبة للأطفال هي الأغراض للتنظيف كما تشوفوا معي الشكل هي جي كيوت من قدر المقتنعون الأطفال نرى هذا المنظيم بالنسبة للغرفة من قدره كذلك نستعمله في كعلاقة والتنظيم مجموعة الأغراض صغيرة نرى هذا الحمام بالنسبة للبلاستيك بالنسبة للناس ننفع حجام بالنسبة للكبار والصغار وكيقابل للطي ما ياخدش معنا نساحة كبيرة أثناء تخزين ديارة نشوف هاد العصارة كذلك اللي هي جد عملية وجد مبتكرة من قدره نستعملوها في عصر مجموعة ديال الفواكه كذلك نشوفوا هاد الراس دي الروبيني كما كتشوفوا معي اللي كيتبت بكل سهولة وكذلك جد عمالي وكنتفادوا كنفزقوا حوجنا وكنفزقوا الأغراض ديالنا أثناء الاشتغال في المطبخ كما كنتشوفوا معي بعض الأغراض اللي ضرورية كنستعملوها في البيت وقدروا نستعملوها حتى في العمال ديالنا والبعض منها ضروري غير ما كنعرفوش في كتباع أو لفص بقيناش فيناها ومعرفناش طريقات الاستعمال ديالها فله هادا غنتعرفوا لي عدنا هاد المنظيم هادا اللي كذلك في نفس الوقت يعني معاقيم بالنسبة للفراشط والمعالق الى آخره عدنا هاد الممساح هادي بالنسبة يعني المشتريات ديالنا والكراط اللي كان له حفظة فهكذا كانت فادوا يعني كان مسحوق للمعلومات الشخصية ديالنا عدنا كذلك هاد المنظيمات وليس تجربت قليلا بجد عملية اللي عبارة عن صناتك كما تشوفو معايا كجيب الببان ديالها ونقادرون نتبتوها بكل سهولة كذلك عدنا هاد المنظيمات بالنسبة له تلك المكوزينة كما تشوفو معايا كنقدرون نتحكموه في الحجم ديالها بجدو نشوف هاد المنظيمات نستعملو كذلك في المكتب بنسبة لأطفال أولا مجموعة ديال الأغراض كذلك عدنا هاد الشركة بالنسبة للترتيب الماء نصحون كما كتوفوا معي لكي جهة كبير البلطوات فكيتصفى الماء كعندنا هاد الكأس هاد ديال الماء يعني شكل دياله شفاف كما كتوفوا معي وكي جي شكل دياله كيوس بالنسبة للأطفال وحتى الكبار كذلك فكما كتوفوا معي مجموعة من الأغراض اللي كنتستعملوها سواء في البيت أو خارج البيت خصوصا أنها كسعينة الحياة اليومية وكذلك كتساعدنا في استغلال المساحات الصغيرة والضائعة خصوصا بالحمام والمطبخ نشوف هاد الشانطة هادي لكتحز كمية يعني لابأسة بها هاد الأغراض كما كتشوفوا السيدة جمعت فيها كل شي كذلك عدنا هاد المنظمات هادين قدرنا نستعملهم هكا سواء داخل البلاكار او اللف الحائط حسب الحاجة ديالنا فهاد المستلزمات خصوصا الصغيرة والمنظمات الصغيرة اللي خاصة بالمطبخ خصوصا والحمام فكتكون موجودة بكثرة بالأسواق وما كتعداش بعد المرات الثامن ديال العصرة ولعصرة دراهم فهي متواجدة غنفة شمزين وهذه القواء أكيد كذلك إلا بغن نقسانيوا المنتجات هذه فمعلننا إلا يعني بالمحلة التجارية الكبرى مثل كارفور مرجان بريمارك إيكيا وإلى غير ذلك من المحلة التجارية اللي غالبا كتكون عدها مجلة أسبوعية ولا شهرية فمعلننا إلا نتابهوا يعني المجلة فوق أشغاء تخرج والتاريخ اللي غير نزلو فيه كل منتوج ونقضر نقسانيوا كما كتشوفوا معي هاد المنظيم بالنسبة لأقضية ديال التناجير ولمقلات كذلك وهو جدا عمالي فمجموعة من الأدوات والأجهزة كما كتشوفوا معايا هنا عدنا هاد الأدات هذي اللي كنقشرو بها كما كتشوفوا معايا نوار الشمس عدنا كذلك هاد الجيهز هذا الخاص بالحبوب يعني بالأدوية اللي كنقدروا ناخده معانا هكا في الساك عدنا كذلك هاد المتبت يعني بالنسبة للكوفريليات الخاصة بالسرير كذلك عدنا هاد الأدات هذي الخاصة بالطمر أولا قدروا نستعملوه كذلك في الزيتون فمجموعة ديالمنظيمات كذلك عدنا هاد الجهاز الصغير كذلك الخاص بالضرة كيفاش كنقشروه بكل سهولة فهي أدوات وأجهزة الحجم ديالها غالبا كيكون صغير وهذا هو بيت المقصود فهكذا ما كتاخدش معانا مساحة كبيرة أثناء تخزين ديالها كذلك هاد الأدوات والأجهزة اللي كتجي خاصة تلصق في الحائط وكذلك أولا في البلاكار فهي كتجي جاهزة بالملصاقات ديالها كما شبنا في أول فيديو فهي ملصاقات كتكون غالبا بلاستيك لمن سيليكون لك أن تبتوها بكل سهولة في الحائط ولا في البلاكار ما كنحتاجه حتى تجربة كبيرة باش نتبتوها أما الطريقة الثانية لحصول على أدوات الأجهزة فهي عبارة عن صفحة عبر بموقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك لنقدروا ندخلوا بالحساب ديالنا ونكتبوا أدوات منزلية ونكتبوا مباشرة اسم الجهاز اللي احنا في حاجة له وكتخيجنا الصفحة متخصصة ببعاد المنتوج اللي كنا ببلد ديالنا من طبيعة الحال كنتوصلوا معها فهي طريقة جيد سهلة كذلك كنتم تنظروا نشوفوا هذا المنتج هذا اللي هو عبارة عن هاد القطعة هذي اللي كتحتوي على مجموعة ديال الساكاكين اللي قدروا نغيرها على حساب الحاجات ديالنا كذلك عدنا هاد القطعة هذي لهذا المقشير اللي كتجي مع القطعة بالنسبة الخضر وبعض الفواكه كذلك عدنا هاد الملصقات هذي اللي كلمتكم عليها من قبل اللي كتجي على شكل هذي اللي قدروا لصقوا بها مجموعة ديال الأغراض في الحائط ولا في البلاكة ولا في يعني كتشوفوا معي الدولاب كذلك لدينا هذه المجموعة الأغطية بالنسبة للكنابيات التي تجيش كذلك جد عملية لدينا هذا المنظيم بالنسبة للعواد السنة التي تجيش كليا لو كيوت على شكل هذه الحقيوان كما تشوفه معي في أدوات و أجهزة البعض منها يعني التمن ديالها جد مناسب وموجود بكثرة من قلبهم زيان لا بغي ناشي حاجة وأكيد غادي لقاوها لدينا هذه المنظيمات بالنسبة للفابو كما تشوف معي لكن قدر نتحكمه في الطول ديالها أو لا في الحجم ديالها وكنستعملوها لتشكل كما تشوفه معي في الفيديو كذلك عدنا الجهاز هذا من قدرها كنستعملوه لبعض التوابيل كذلك عدنا بعض المنظيمات من قدرها كار وغالباً لك تكون قابلة للطي بحل هذه المنظيمة اللي كيجيش كالطبقات اللي قدر نحطوه فيه فواكي جفة أو لا خضر كذلك عدنا بعض الألوان اللي كتشوفه معي تشكلة ديالها جد رائعة أما الطريقة الثالثة اللي قدروا نحصلوا بعد أدوات والأجهزة فهي خاصة بالناس اللي معدوا مش وقت باش يبقاوا يتمشاوا ولا يتسوقوا من محل الآخر قاصدة تسوقوا لا باش يقلبوا بعد أدوات الأجهزة وكذلك الناس اللي بغاوا يحصلوا عليها يعني بشكل حصري يعني بقى غير في السن بقى موصيش البلدان لدينا فهي عبارة عن تطبيقات أورلاين مثل تطبيق الإبابة اللي هو خاص بالجملة كذلك عدنا تطبيقات أليكس بريس أمازون أو الشين كذلك لمؤخرا نتخدم هذه المنتجات هذه وهذه المنظيمات فمعينا إلي نزل التطبيق بالجهاز ديالنا ونكتبوا أدوات منزلية أو لنكتبوا مباشرة اسم الجهاز ديحنا في حاجة له مباشرة التطبيق غير رضعنا المعلومات الخاصة بهذه المنتج وغادي يصلح لنا الطريقة للدفع والتوصيل إلى آخر فطريقة الدفع كتكون يعني لحظة شراء أبرا كارد الفيزا فما نخافوش من معلومات شخصية أو للبرنقية ديالنا فهي في أمان كذلك ما ننسوش عدنا مدة دي الأسبوع كش نزربوا المنتج اللي عجبنا أو لما عجبناش نقدره نغيره واللي حتى نرجعه هذو هما ثلاث طرق اللي أريد أن نذكركم بهم وهذا هو الفيديو ديال اليوم كنتم مني يكون لإعجاب ديالكم ولكن كذلك لا ننسونيش من أحلى لايك في هكذا الفيديو كيف تكسرح وكيفصر لناس المهتمين كذلك الناس اللي ما زال ما تشاركوش في القناة ومرحبا بكم ننوروني وما تنسوش تفعلوا جرس الكل باش تواصلوا بجديد الفيديوهات القادمة لقوني في فيديو قادم بإذن الله خلت لكم الراحة السلام عليكم